وإلى الملف الفلسطيني حيث دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ 51 بعد المئة هذا وأعلنت لسلطات الصحية في قطاع غزة ارتفع شهداء العدوان إلى 30631 وأصابت 72043 منذ السابع من أكتوبر الماضي 150 يوما مرت على بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نحو خمسة أشهر انقضت على العقاب والإبادة الجماعية لدولة الاحتلال بحق الفلسطينيين وسط تجاهل وعجز دولي عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار يوما بعد يوم تثبت إسرائيل بعملياتها العسكرية في قطاع غزة أنها تخطط لتحقيق هدفها المرسوم بالتهجير القصري لسكان القطاع من خلال التجويع وتعطيل دخول المساعدات واستهداف المستشفيات الصمت الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني دفع قوات الاحتلال لزيادة ارتكاب جرائمها في حرب الإبادة الجماعية والتي أدت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء لأكثر من ثلاثين ألف مواطن وإصابت أكثر من واحد وسبعين ألف آخرين وفقدان أكثر من ثمانية آلاف تحت أنقاض المنازل المنهارة بفضل ضربات طيران الإسرائيلي وعلى غير عادتها خرجت الولايات المتحدة عن موقفها الداعم لدولة الاحتلال الإسرائيلي في حربها على قطاع غزة وقال البيت الأبيض أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس حثت إسرائيل على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتوصيل المساعدات إلى غزة مكررة التعليقات الحدثة ووصفها الظروف في القطاع بأنها غير إنسانية ويدغط كثيرون في الحزب الديموقراطي من أجل وقف إطلاق النار وقد ألحق عدم التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار ضررا سياسيا بالرئيس جو بايدن الذي يسعى لإعادة انتخابه لولاية ثانية في نوفمبر المقبل وتراجعت شعبيته خلال معظم فترة ولايته الأولى وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز ومعهد إبسوس في الآوينة الأخيرة أن دعمه للمساعدات العسكرية لإسرائيل لا يحظى بشعبية لدى معظم أعضاء الحزب الديموقراطي وفي علامة على تزايد الإحباط من إصال المساعدات لسكان غزة قام الجيش الأمريكي بأول عملية إسقاط جوي للمساعدات الغذائية للفلسطينيين ويخطط للقيام بمزيد من عمليات الإسقاط وعملية الإسقاط الجوي لمساعدات التي وصفتها الإدارة الأمريكية بأنها ناجحة أحدث علامة على أن واشنطن تتحرك إلى ما هو أبعد من الدبلوماسية مع إسرائيل وقال مسؤولون أمريكيون أن الإدارة تدرس أيضا فتح ممر بحري إنساني إلى غزة وحث السيناتور الديموقراطي بيرني ساندرز الإدارة الأمريكية على وقف التمويل لإسرائيل إذا لم تسمح بدخول المزيد من المساعدات مؤكدا أن عدم القيام بذلك على الفور سيؤدي إلى قطيعة جوهرية في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية والوقف الفوري لجميع المساعدات العسكرية